احلى ميت مليون مصر على كل الناس وكلها بيبنا وكل الناس المشاركة عندنا وكل الناس المشاركة عندنا. حاجة مهمة جدا ممكن توقع لك الجرم وبتاعت في لحظة ومن غير ما انت تحسي بها. اللي هي ايه? اللي انت ممكن تجيب التطعيم تيجي تديل الكلب وممكن الكلب يسقف منك. اهم حاجة قبل التطعيم الكلب لازم تقيس الحرارة بتاعتك. الكلب دوت المفروض. كنا راحين نتعمه. اسم الحرارة بتاعتك الكلب. حقينا الحرارة بتاعته قليلة مع الكلب ودفناه لغاية من الحرارة بزرده. ماينفعش اللي انت بتاعه في ساعتك. انا لسه متاعف جرمي. فلازم يتفصل لوحدك. الجرمي لو ما اتطعمش وقعد مع جرمي من الطعامة هيرقب برد يرقب برده لها الكلب بتاعك سقر. لازم الكلب طالما ما اتطعمش يقعد لوحده في مكان بعيد عن كلاب كبيرة. تخلي بالك من النقطة دي. لازم قبل ما اتطعم الكلب كيس الحرارة بتاعته. لو الحرارة مزبوطة الكلب ما عندوش اسهال طعم. الكلب لو عندو اسهال. لا قدر الله. الحرارة بتاعته مش مزرور ما ينفعش الطعم. الطعم هيبقى على مسؤوليتك انت ممكن تلاقي الكلب قعد يوم يومين والكلب مات. المرض بيفضل في الكلب ما بيدمش بيطلع على بعد اسبوع لو والكلب ما اتطعمش. وتخلي بالك بعد ما تيجي اتطعم لازم الكلب يقعد في المكان يوم يومين عشان لو انت هتلقلو من مكان تالي. وما تحميش الكلب بتاعك الا بعد اسبوع من التطعيد. ربنا هيسكرها علينا وعليكو على كلامنا. الوقت اتنا زي ما هنا شوفنا اهو. الى دلوقت هتفل الكلب بيشارة عشان يقعد لوحده. عبار ما اتطعموه مع بقية الكلاب. وحنحط له الاكل بتاعه. الاكل دوت عبارة عن ايه? عن عيش. وشوية رز. ولبنيده. اهو. دي ما انتك كده شايف اهو? الكلب ايه? هياكل ويشرب ومشا الله. لازم تطمن عالكلب يقعد يوم. تشوف الحمام بتاعه. طالما الكلب فضع عمشي. وكان مسلا درجة الحرارة بتاعته مش مضبوط عشان الجاو بتاعه. يقعد يوم. تمام. تشوف اكله. تشوف اكله. تشوف مسلا الحمام بتاعه. بعد جالة كلها تطعم. ربنا يا صورة علينا وعليكم. ما تنسوش اللايكوات والاشتراكات.